موسيقى عزيزي عزيزاتي وحبيبي حبيباتي مرحبا بكم معانا في حلقة جديدة من برنامجكم ميوزيك اند فود اليوم برنامج خاص جدا اللي كيحتوي على الاجوبة ديالكم يعني قاعدوك السؤالات اللي كتعطوني في الكومنتر غادي بدل لكم مرة في شهر غادي ندفل لكم فيديو ونعطيكم الاجوبة بالشرح ديالها حتى تكونوا مقتنعين بيها واليوم غادي نبدو اول حلقة ديال الاجوبة على السؤال ديالكم 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 اللي كتابيه على السؤال ديالكم انه جداً ليس جداً لكي ديالكم انا اكتصش بك ديالكم سوف تجدك كثيراً الميكساج على الأقل يطلب لك 1.400 أو 500 اويرو يعني كي يمكسي لك كاملين وخصوه إصابت لك الفيلان دي الميكساج وهذا الميكساج كي يديرو غير بلا بلاجين يعني إذا أريد أن تكون ميكساج وعنده الماتيريال اللي كيكون هو صحيح وغالي بزاف ستعود على 1.400 اويرو للبيست واحدة فليهذا أنا سأختصر لك الميكساج هو الأول لكي يديرو العبدة الميكساج أول حاجة قبل كل شيء قبل ما تتطير أغنية أول حاجة ما تفكر تفكر في الصنة عن الأنسان يعني ستطير واحد لشوى وشوى دي الميكساج، الباس، الباتري، البيانو، سترينجز او كيف يقولون في الفيولون أي أسترونيما ستعزل لكي يكون نقي بزاف سواء يكون من اللوجيك برو او لبلاجين كيو بيس او لبلاجين ديال كونتاكت وعطى الله لبلاجين كاللعبو بيوم للأسترونيما لذلك هذو اللي ستكت تختارهم ستكونوا نقيين في حال شوى غروب إذا كنت ستسجلوا يوم كيف يوقع؟ غيتاريست أجمل للمبرج عنده كان ستسجلوا وأجمل ميكرو وأجمل للمبرج مأزولة وأجمل مأزولة الرغلة كيف ترتدي كيف يقوم بعمل مع كل الأسترونيما يعني سيكون عندك شخص القليل يكون نقي سيكون الناسهل بالنسبة لتسجل فإذا كنت ستسجل بالنسبة للمبيان يسيكون عندك كل الأسترونيما نقين وزينين لكي تصدق عليك مشكل الأول والتالي حاجة مني كنت ندرون البيكساج كنت نحاول ندرون الفلتراج بزيان ونقين عاد كنحضوا من الساتورات ديال الاسان ديال البيست او ديال الازارمان عاد كنحضوا من الساتورات ديال الازيف اللي كتتدير حيثا ما كيساتوريو عاد كنشفتو دكشي ويقوم بزيان ويقوم بزيان حيثا ما تريد ان تريد تريد ان تفكر في حالة كيف سأقولك تخيل بها لديك صورة عينة ويقوم بطب ويقوم بطب ويقوم بطب الفورمة الصورة تكون صغيرة ويقوم بزيانة بافيش كبير يعني بتريد ان تضيها بيطبعها ويسכ يparable بفيش كبيرة صورة مني كتكون صغيرة كتكبر فيها بزاف كي بدأوا لك الكاروات لبيكسل كي وليدك شي كي يخسر في حال هكدا في حال الموسيقى قبل ما تدير الماستوريج كي يخصي كل عدك الميكساج نقي راه الميكساج هو الماستوريج الماستوريج هو دور كن ديرو باش يعطي واحد شوية للأنارجي وكي خرج لك كالك هارموني كي بانو شوية للزيگو شوية للأباس شوية للميديوم وكتخرج الفوليوم زعم ما كتزيد ليه الفوليوم بلا ميساتوري هادا هو الماستوريج والميكساج البياسين نبشيو دابق السؤال تاني السؤال تاني اللي ومد عبسلين أمراي كي قوليك شف لبلغي اليدراتي بيهم الماستوريج وشديال لوجيك و لا اكسترن مرسي داوانس سؤال تاني ديالو رواني سؤال تاني بريدا سي تبلي كي قوليك أكسترن أكسترن مشارد اللحظة مرسي الماستوريج جليل هذا جليل جليل جديل يبدأ يتوقع مخير وسيكون غريب قريب جليل وضع ساعد و اتفعليه بزيان و تبارك الله العربي تفعليه فالجوّباتك هذه الميكسات التي تسمىいたكم الآن ميكسات والماثورين كل هم تفعليه باللووجيك برو يعني إذا كانت معي هنا ترى هذه هي الترانس الى الـ ماتبالي برو و قمت بها كل هم ميكسات والماثورين سأخبركم الوايجات والماثورين تيراكس وكين اوزان ويت أعطى الله لكي تستطيع المكساج والمكسورين لا يوجد الحلقات في السف و سأعطيكم بها المكساج والمكسورين بجليل القضية للسستان على الامنية البيدال التي تكون لامنية هذه السستان هذه التي تكون الوستانية في حالة الموت الموت الذي سأشرحها تتطيرها تترك عليها تتعطيك تتبلك تتعطيق تشغيل موت تتعطيق أعطي قريبا ولا تتعطيق ومثل في الطرس تعدد بالفعل هذه الجهازة سهلة تترك عليها السستانية والليبنية لا تكون سستانية ترك عليها ترك عليها وترك عليها و هنا لا تكون السستانية و هنا يكون السستانية فلا ببعب جالي كنتمنى تكون فهبتي وإذا عندك شي سؤال عود ترحولي أنا معاك خير انتقلق للسؤال الأخر هات سؤال جاك من عد راشيد ناسيك كي يقول لك مارسي خير ريدا لاحفتك شحال بري ديال بيدال تقريبا والسؤال الثاني ديال راشيد ناسيك كي يقول لك تبارك معنى كي سيريدا السؤال ديالي واذا نزال تقريبا لكي تحبينه حسنا راشيد البيدال يوجد ثلاثة الأنواع هنا واحدة كاريق و هنا واحدة طويلة في حل ما أردتكم الحلقة التي قمت بها و هنا واحدة خطتها غير هي لكي تدورها تجدها البلوس والموعة يعني تعمل مع قاعدة الكلافية هناك الكلافية لكي يكون لديهم لانتري إلا خشيتي الجاك ولعبتي ما كتخدمش أستمر على الأطفال لكي يتساعد بالنسبة لكي يكونوا بعض البيدال بسوديين البلوس والموعة و هناك الكلافية التي كانت لديهم الموعة والموعة لذلك يجب عليك أي أسلوبة لك وكينا في حالها وليس لديها بريا يا راشيد لديك من 150 درهم حتى 500 درهم أكثر من هذا لا يمكنك والسؤال الثاني لكي راشيد وهو بيانسور سوف أعطيكم الكورة في البيانو لماذا أحبس لكم أنا دائما؟ أعطيتكم الفصل الأول والفصل الثاني لكي تخدموه ودك شيء بالسابحة موجيب والأول أعطيتكم حتى تخدموه ودك شيء بزيان وتوركو عليه ونطلع عليكم في الفولوم الثاني وده جارة قريب إن شاء الله بس بدانيكم في الفولوم الثاني اللي غات يكونوا واحد شوية بشعر نبشي ودابا السؤال الأخر الكومنتر الثاني يجيك من عند غالند غو ستوديو كي يقولك يعطيك ألف عافية تم اشتراك يريد لو تقدر تتكلم بفصحة حتى نفهم عليك نحن العرب شكرا لك يا حبيبي وأهلا وسهلا بك أنا والله العظيم مقريت لا درجة ولا عربية ولا إنجليزية ولا فرسية أنا المصيبة كانت عندي مقريت في المدراسة أطفال كانوا يلعبون وكانوا يقرأون وأنا كنت ألعب الموسيقى مع إخواني الكبار وكنت أخدم في العراسات وأخدم في المهرجانات وأخدم في الفنادق فلذلك والله ما قريت الفصحة العربية والله سمحني كثيرا رايزوني المساج من كل الألمانيا والفرنسا عندي أصدقائي يقول لي لماذا لا تفعل لنا فيديوهات بالفرنسية أو أصدقائي في الألمانيا يقول لي تكلم بالألمانية ولكن أنا قررت باش ندير هذا ليكور بالعربية بالنسبة الإخواني المغاربة والإخواني الجزائريين وإخواني الجميع العرب وأتمنى لو تفهمني حيث الدريجة هي قريبة العربية أنا كنت أظن أنكم تفهموا الدريجة المغربية ولكن أنا آسف جدا يا حبيبي بشو السؤال اللي جاي ودبا كيف يجبك المساج بس من عندي المتتبعين ديولك كي يقولون ليك واش تقدر تقلينا هاو تو بلاي هاد قضية هاو تو بلاي أو اللي كي يقولون ليها كيفاش تعلم تلعب هاد الأغنية هاد عدي فيها واحد مشكيل صغير علاش كل واحد يطلب ليها أغنية ما يمكنش تديروا فيديو على واحد من أحسن يكونوا عندي بساف طلابات على واحد أغنية على الأقل ربعة أو لثلاثة أو لخمسة باش يمكنني ندير فيديو ويستفدوا في السبب الناس ولذلك أنا كتكتلكوا في هاد فيديو لي كومنتارية كيفاش كتلعب هاد أغنية مثل الريد بي أو ل وياد وورد أو شي حاجة أخرى الناس غاد تكرر الكومنتار ولا بغاد تتعلم ليها ولا متفقى بعدك سيد تدير ليه جام أو لك تكتب تهية لما بتتخ باش أنا نديره وكل شي غاد يتفرج وغاد يتعلم معانا وشريدة قد قد تقول لي لاش يختار شي فيديو على قصة حياتك كي يجوني بسفت على ميساجات أكثرية من أصدقائي اللي عايشين في الإنمان وعايشين الفرنسان في الإنكلوتر وفي المغرب تهم الموسيقيين اللي بغاوني نديرو بالفيديو على قصة حياتي يعني من 1972 حتى 2020 بغاوا يعرفوا كيفاش تكبرت عائلة موسيقية وكيفاش تعلقت وأنا عندي 14 عام وبغاوا يعرفوا فيد بشيت ومن بعد كيفاش تبشيت الألمان وفيد عشت اكزاكتمو في الألمان وفلورو كابلا وكيفاش تخليت الألمان بعد 16 عام ديال الغربة ودخلت المغرب وبغاوا يعرفوا ودخلت المغرب ولذلك أنا ما كراش يكون عندي بسرطة على السبسكرايبر بس نقدر ندير قصة حياتي أولا كتبوا لي لي كومنتار إذا كتبوا انتريسي بغاوا كلكم تعرفوا كتبوا لي الكومنتار وأنا غادي لديرها لكم وخايكون عندي غير 100 سبسكرايبر عزيزي عزيزاتي حبيبي حبيباتي أتمنى نكون اليوم أعطيتكم الأجوبة التي كتبوا كتبوا وتكونوا استفتوا معي وكتبنا إن شاء الله نشوفكم في الحلقة القادمة إن شاء الله ويعجبوا الفيديو دعمني بلا سبسكرايب و بلا لايك وبيسور إدلينا واحد كومنتار ونحليكم إلى الحلقة القادمة إن شاء الله أكثر